اهلا بكم وفيديو جديد لسنة ربعة ابتدائي والنهاردة هنعرف ازاي نحل سؤال الخريطة في الامتحاء اول حاجة هنرسم الخريطة بتاعتنا ونشوف البيانات اللي عليه اول حاجة هنعرفين عندنا كم بحر ايه اتنين اول حاجة ده البحر ايه المتوسط وده البحر الاحمر طيب عندي كم خليج الخليج اللي على ايدي يمين ده اسمه خليج العقبة واللي على ايدي الشمال اسمه خليج السويس طيب هنا حاجة اسمها قناة السويس طيب ايه كمان موجود عندي اقول له نهر النيل اللي هو ده ايه كمان نهر النيل ليه فرعين فرع على يمين اسمه دومياط واللي على الشمال اسمه راشيد طيب المسلس ده بقى اسمه ايه الدلتة طيب انا عندي كم مدينة مهمة على الخريطة اقول له مدينتين مدينة الاسكندرية فوق هنا ومدينة القاهرة طيب عندي بحيرة عزبة اسمها بحيرة ايه اسمها بحيرة ماصر طيب ايه كمان عندي اتنين صحراء صحراء الغربية وهنا الصحراء الشرقية ومعاهم هنا اسمها شبه جزيرة سيناء طيب عندي تلت دول مهمين حوالين مصر ايه وايه وايه اقول له ليبيا وتحت هنا السودان وهنا فلسطين كلام جميل جدا طيب ممكن يجيلي ايه كمان يجيلي مثلا محمية يقول لي ديمة محمية ايه اقول له سانتي كاترين وده اهم محمية عند السنة دي طيب ايه كمان يقول لي مثلا منطقة بستخرج منها الحديد ويومجا اللي حن اقول له دي اسمها الوحات البحري طيب لو قال لي منطقة بستخرج منها الفوسفات وقال لي ديت اقول له أبو طرطور المنطقة بطلع منها المنجنيز أقول له أم باجمة منطقة بطلع منها الزهب أقول له منجم السكاري أيه كمان عندي؟ أقول له مثلا الغاز الطبيعي يجيبه منين؟ أقول له حقل اسمه أبو ماضي ممكن يجي لي ويقوم عامل خط رسمه ويقول لي دي قناة إيه؟ أقول له قناة زيزوستريس طيب ولو جالي هنا عند الخريطة عند الثانية دي يتوقلي عاصمة مصر في الدولة الوسطى أقول له الطيبة الفحم يقول لي بيطلع من الحتة دي اسمها إيه؟ أقول له المغارة طيب وبكده نكون عرفنا جميع البيانات اللي على الخريطة طيب ناخد مثال بقى للحاجات اللي بتيجي نرسم خارطتنا ويوم جاي لي مثلا وحطط لي هنا رقم واحد يقول لي وهنا رقم اتنين وهنا رقم تلاتة ودي رقم أربعة ودي رقم خمسة الأولاني دي ايه؟ أقول له البحر المتوسط طيب اتنين أقول له الصحراء الشرقي ثلاثة أقول له أنواحات البحرية أربعة دي دولة ايه؟ السودان خمسة دي محمية ايه؟ سانت كاترين وبكده نكون خلصنا الفيديو شرح الخريطة شكرا كان معكم مستر عطا زكي شحد دي محمية ايه؟ م pearl